شارك سعدت الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الندوة الافتراضية التي تم تنظيمها في واشنطن بدعوة من معالي سيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة مرور عام على توقيع الاتفاق الإبراهيمي وإقامة علاقة دبلوماسية بين كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل وألقى سعدت الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة عبر فيها عن شكره لمعالي وزير الخارجية الأمريكي على استضافة هذا الحدث الافتراضي للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاقيات إبراهيم معربا عن تطلعه للمطي قدما لتحقيق سلام واستقرار وازدهار منطقة الشرق الأوسط لخير وصالح شعوبها وقال سعدته إن العام الماضي أظهر بوضوح أنه بالرغم من التحديات فإن التغيير ممكن في منطقتنا وأنه يمكن حقا أن يكون هناك طريق نحو الأمن والتعاون للجميع وأضاف إننا في مملكة البحرين تحركنا بسرعة لتوطيد علاقاتنا الجديدة مع دولة إسرائيل واغتنام الفرص الجديدة التي أوجدتها لصالح البلدين والمنطقة مشيرا إلى أن أول سفير لمملكة البحرين في تل أبيب قدم هذا الأسبوع أوراق اعتماده إلى الرئيس يتسحاق هرتسوغ وأعرب سعادة وزير الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين بكونها كانت في طليعة هذه العملية التاريخية التي تبرز قيامنا الراسخة في الحوار والاحترام المتبادل والتعايش وقال سعادة وزير الخارجية أننا في حاجة إلى مضاعفة جهودنا لتسليط الضوء على فوائد تعاوننا سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف بين البلدان المعنية وإظهار ما يمكن أن يعنيه السلام الأقليمي الحقيقي والاعتماد المتبادل والازدهار عمليا في الحياة اليومية لجميع شعوب الشرق الأوسط وأكد سعادة وزير الخارجية أن مملكة البحرين ترحب بالدعم القوي والفعال من إدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن معربا عن شكره لمعالي وزير الخارجية الأمريكي على مشاركته الوثيقة في هذه العملية التاريخية المستمرة